في ظل ما يبدو أنه توجه لحسم عسكري صوب ميناء الحديدة المعركة المنتظرة كثيرا والمحذر من وقوعها كثيرا تعود موجات الخلاف بين التحالف العربي ومنظمات الأمم المتحدة الممانعة لاستهداف المنفذ البحري الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح وفيما تحظى معركة الحديدة بأنظار عديدة تبدو الإدارة الأمريكية أكثر وضوحا فيها بعدما طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من البيت الأبيض رفع القيود المفروضة على مساعدات واشنطن العسكرية لدول الخليج المشاركة في المعارك بليمن مسؤولون في الأمم المتحدة وروسيا حذروا من هجوم لقوات التحالف على الميناء معتبرنا أن ذلك سيعيق بشدة الجهود الدولية لتجنب البلاد أخطار المجاعة المدير التنفيذي البرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي قال إن الجوع وسوء التغذية في أنحاء اليمن وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل وأن أي تعطيل لعمل الميناء سيعوق بشدة جهد إدخال المساعدات للبلاد ميناء الحديدة الذي لطالما مثل شريان الحياة لبلد يقطنه ملايين بات مؤخرا يستخدم لأغراض حربية منها تهريب مقاتلين وشحنات متدفقة من الأسلحة الإيرانية وهو ما دفع قوات الجيش والتحالف لضغط أكثر صوب خلق معركة في ذلك الاتجاه وبعد موجة تحذيرات دولية عديدة من المعركة قال رئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر إن حكومة ستتيح دخول مواد الإغاثة وأكد أنهم مستعدون لفتح ممرات جديدة لهذه المساعدات تتزايد الرغبة في تحرير ميناء الحديدة بعد تكرر الهجمات على سفر قريبة من السواحل الغربية وفيما تعود الأنظار للتحذير من تبعات المعركة يؤكد مراقبون أن استعادة الميناء سيشكل ضغطا كبيرا على الحوثيين الذين سيفقدون آخر مواردهم الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر